يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه وذلك على الرغم من مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارته على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ودى ذلك إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية كما أشارت تقارير المنظمات الدولية للمزيد مع زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من أمام معبر رفح أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين لازلنا نتابع معكم التطورات الجارية أمام معبر رفح البري إذا ما تحدثنا عن البوابة من الجانب المصري ها هي بوابة معبر رفح البري لازالت مفتوحة وتفتح أبوابها وتتواجد أيضا سيارات الإسعاف وشحنات المساعدات كل الخدمات التي كانت تقدمها مصر قبل إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني هذه الخدمات متواجدة سيارات الإسعاف وأيضا المساعدات وأيضا بوابة المعبر مفتوحة لم تغلق حتى هذه اللحظة لكن على الجانب الآخر لازلنا نسمع دوية الانفجارات وأيضا الاشتباكات المتواصلة والقصف المستمر وربما نسمع حدة هذه الاشتباكات من وقت لآخر وتتفاوت شدتها من وقت لآخر لكن لازلت مستمرة وربما توجهت أيضا إلى بعض المناطق السكانية في وسط مدينة رفح الفلسطينية هذا القصف المستمر الذي ينتج عنه كوارث إنسانية أشارت إليها المنظمات الدولية خاصة فيما يتعلق بالأطفال وهذا ما أشارت إليه منظمة اليونسيف اليوم وحذرت من تفاقم الأوضاع ونفاذ المخزون الغذائي خلال الأيام القادمة من قطاع غزة وأيضا أن هذا يعني يؤثر على حياة الأطفال بسبب أيضا عدم وصول الكميات الغذائية وعدم وصول المكملات الغذائية والألبان لهؤلاء الأطفال وأشارت أيضا إلى الخطر الذي يعني يكون منتشر إلى الأطفال في سن الثانية فحذرت اليونسيف من هذا الأمر وأكدت أنه خلال الخمسة أيام الماضية كان هناك نزوح لأكثر من مئة ألف شخص داخل مدينة رفح الفلسطينية نزحوا إلى أماكن أخرى وهذا ما أكدته منظمة الأنور وأيضا استمرار النزوح من مدينة رفح الفلسطينية بسبب استمرار القصف وأكدت أنه لا حل لهذه الأزمة وتوقف هذه المجازر إلا بوقف إطلاق النار وأيضا أكدت على أنه لم يعد هناك مكان آمن داخل قطاع غزة بسبب استمرار القصف هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري عودة إليكم في الستوديو مرة أخرى